اشتركوا في القناة وأتمنى لندوتكم النجاح رأيت أنه من الصحيح في هذه الندوة حول الجولان أن أقدم بين أيديكم شهادتي على بعض الأحداث التي عايشتها بنفسي خلال حياتي الحزبية والسياسية حول موضوع سقوط الجولان بيد إسرائيل وهو موضوع هذه الندوة تاركا لغيري من الإخوة تقديم وجهات نظرهم الخاصة حول هذا الموضوع أريد أن أخرج قليلا عن النص كما يقولون وأقول بعض المسائل التي خارجت عن إطار ورقة التي أرسلتها للأخ حازم نهار وما أريد أن أقوله هو التالي أرى من جهتي أن حافظ الأسد لم يصل عام 1970 إلى ما وصل إليه إلا بعد مروره بعدد من المحطات وأنا أسميها درجات السلم التي كان يصعد عليها إلى أن وصل إلى سدة الحكم عام 1970 وبالتالي أنهى تماما أو انتهى تماما دور حزب البعث وانتقل إلى دور آخر مع الأسف الشديد هو الدور الطائفي هذه الدرجات التي ارتقى بسببها أو عليها حافظ هي من وجهة نظري الخاصة ما يلي رح أذكرها فقط أعدتها دون شرح حل الحزب عام 1958 هذا الأمر أدى إلى أنه تكونت نواة اللجنة العسكرية الصلبة كما أشار باتريكسل في كتابه تكونت عام 1959 بالقاهرة وكان من أهم أعضائها الثالوث محمد عمران وصلاح جديد وحافظ الأسد وكان من بينهم عبد الكريم الجندي وأحمد المير المرحلة الأولى المرحلة الثانية مرحلة الانفصال في هذه المرحلة أنا أعتقد صار ما أطلقت عليه أو ما أحب أن أطلق عليه صراع الأولويات هل الأولوية للوحدة أم للحرية لأن البعض قبلوا الانفصال على أساس أنه عبد الناصر ديكتاتور والبعض رفضوا الانفصال على أساس أنه المهم هو الوحدة وبالتالي بدأ صراع فعلا هو أسمي أنا صراع الأولويات هل الأولوية للوحدة أم الأولوية للحرية أم الأولوية للاشتراكية اللي هي ثلاثة تبع مبادئ حزب البعث ووحدة حرية اشتراكية ثالث درجة صعد عيليها كان يصعد بسببها حافظ إلى الأعلى إلى 1970 هي ثورتين ثمانية شباط في العراق وثمانية آذار في سوريا اللي هي 1963 هذا يعني وصول حزب البعث عمليا إلى الحكم ثم بعد ذلك انعقاد المؤتمر السادس 1963 عقاد المؤتمر السادس أطلق مشكلة اليمين واليسار في الحزب لم تكن قبل المؤتمر القومي السادس موجودة وحلت ما يسمى بعض المنطلقات النظرية التي كتبها المرحومان إلياس مرقص والحافظ أتقد وبالتالي استمر الصراع بين اليمين واليسار أو دعنا نقول إشكالية اليمين واليسار لأنه في حقيقة الأمر أنا من وجه نظري لم تكن مسألة صراع بين يمين ويسار حقيقيين وإنما كانت بداية أن بدأت المسألة الطائفية تطل برأسها عن طريق إشكالية اليمين واليسار ثم بعد ذلك أحداث 18 تموز التي تم بعدها تسريح مئات الضباط الناصريين وما يمكن بالحقيقة إذا أردنا أن نضع النقاط على العروف فنقول أن هؤلاء الضباط كانوا بأغلبهم من العرب السنة ثم بعد ذلك الدرجة السادسة الصراع الحزبي بين القيادتين القومية والقطرية والذي انتهى بحل القيادة القطرية ثم رفض القيادة القطرية لهذا الحل ثم نزولها إلى تحت الأرض ثم انقلاب حركة 23 شباط 1966 التي أتت بيوسف الزعين إلى الوزارة ثم بعد ذلك وثالثة نقطة الأخيرة أو الدرجة الأخيرة التي قفز حافظ بسببها إلى السلطة هو هزيمة 1967 هزيمة ألف واحتلال إسرائيل للجولان هذه الهزيمة جعلت أعضاء القيادة وأعتقد من بينهم صلاح جديد يعتقدون أنه يجب دفع الثمن بسبب احتلال جولان وبالتالي من هو وزير الدفاع وزير الدفاع حافظ الأسد إذن على حافظ الأسد أن يستقل وبدأ الصراع بين مجموعتين مجموعة صلاح جديد وهي كانت تعتبر المجموعة اليسارية ثم مجموعة حافظ الأسد وكانت النتيجة انتهت إلى أنه وضع قيادة 23 شباط في السجن بما يسمى الحركة التصعيعية في 16 إداعش 1967 وصعد إلى السلطة 1970 منفرداً وأنا أقول ابتداءاً من هذه اللحظة أنا ما بسمي الحركة التصحيحية أسميها الحركة التضليلية لأنه رغب أن يضلل الناس بمسألة اليمين واليسار ودمج بين الطائفة واليسار وكانت النتيجة أنه أنا بقول أنهى دور حزب البعث وحل محله الدور الطائفي هذه هي نقطة أساسي ثم بعد ذلك أريد أن أذكر للإخوة وهي أيضاً تدخل في إطار خارج النص أي ليست موجودة في ورقتي لنقاط ست أعتقد أنه من المفيد أن يعرف الإخوان ماذا جرى لأنه حتى أنا أصبحت رجل مثل ما بقوله رجل في القبر ورجل خارج القبر فبالتالي يعني هالمسؤولين كذا كلهم أصبحوا ربما خارج إطار الحياة القضايا التي أريد أن أتحدث عنها الأولى زيارة وفد حزبي برأسة الدكتور نوردي الأتاسي وعضوية محمد الزعبي وإبراهيم مخوس إلى موسكو قبيل حرب 1967 وبالضبط قبل أسبوع يعني من 30 إلى 31 ماي يعني قبل بأسبوع بهذا هنا الإشكالية أنه أبلغنا دعوة طبعا أتتنا من السوفيت كان بريجينيف وكوسيوغين لزيارة موسكو نحن قبلنا الدعوة ولكن أبلغونا أنهم قد دعوا ليفي إشكول رئيس الوزراء الإسرائيلي والذي ستبدأ زيارته بعد أن تنتهي زيارتنا فهنا نحن اعتقدنا أو القيادة اعتقدت أن في الأمر إشكالية لأن الناس قد يفكروا يعتقدوا يظنوا أن هناك مفاوضات غير مباشرة عن طريق السوفيت بين إسرائيل وسوريا ولذلك أبلغنا السوفيت أننا لا نذهب إلى موسكو إلا إذا ألغيت زيارة ليفي إشكول فاستمر أبلغونا أنهم أبلغوا عبد الناصر بالموضوع وعبد الناصر وافق على أننا نأتي بليفي إشكول ونحن نريد أن نأتي بليفي إشكيل لكي نفرق إذنه ونقول له ما في حرب إلى آخره ولكننا رفضنا قلنا إما نحن وإما هم فبعد منتصف الليل أبلغونا أنهم ألغوا زيارة ليفي إشكول وبالتالي وافقنا نحن لزيارة موسكو وتشكل الوفد من هذا الثلاثي نوردين محمد زعب إبراهيم ماخوس وسافرنا صباحا إلى موسكو هذه نقطة حبيت الإخوان يطلعوا عليها النقطة الثانية إشراف نوردين الأتاسي وصلاح جديد على وزارة الإعلام كنا في أحد اجتماعات القيادة وأذب الأخوين والرفيقين نوردين وصلاح جديد يقولان أن محمد يخاطباني محمد وزارة الإعلام لا تقوم بواجبات كيف؟ لأنه الآن المعركة محتدمة واسمع صوت العرب وكذا بينما إعلامنا إحنا كأنه لا يوجد معركة وهل تسمح لنا بأن نشرف معك يعني نور الدين وصلاح جديد نشرف معك على وزارة الإعلام فأجبتهم طبعا وافق ليس من مانع عندي فتخذ قرار بأن يشرف على وزارة الإعلام إلى جانب وزير الإعلام محمد زعبي كل من نوردين الأتاسي وصلاح جديد وأنا قمت مباشرة على الهاتف والقيادة كلها تسمع واتصلت بمحمد الجندي مدير مؤسسة الوحدة جريت الثورة قلت له أبلغ فلان وفلان بقيت لهم حسين العودات وناجد دراوشة وياسين الشكر وعبدالله الحوراني هذه المجموعة الإعلامية أبلغهم هذا الأمر بأنهم عليهم أن يتلقوا أوامر ليس مني فقط وإنما أيضا من الدكتور نوردين الأتاسي وصلاح جديد وفت وجلست مكاني بعد أن بلغت النقطة الثالثة اللقاء مع حافظ الأسد بعد وقف إطلاق النار بعد وقف إطلاق النار أو يمكن بعد نزلت على القبو على غرفة العمليات عند حافظ الأسد تحت الأرض فقلت له رفيق حافظ يعني الهزيمة واضحة طبعا هزيمة الجيش السوري قلت له الآن صارت فرصة أن نشكل الجبهة الوطنية أن نأتي بالآخرين إلى السلطة معنا لكي يساعدونا فأجابني جوابا حازما وحاسما لا يا رفيق محمد الجولان احتلت في إطار أو تحت قيادة حزب البعث العربي الاشتراكي فنحن أولا يجب أن نستعيد الجولان ثم بعد ذلك نشكل الجبهة حتى لا يقال أن البعثيين أضاعوا الجولان ثم أتت الجبهة وأعادت الجولان فلم يكن عندي رد لأنه هو صاحب القرار هذه مشكلة مع حاف طبعا معروف أنه عندما عمل انقلابه 1970 أول شغلة عملها شكل هذه الجبهة فإذن هو كان عمليا لا يريد أن تشكل هذه الجبهة في ظل نوردي الأتاسي ويوسف الزعين حتى لا يعني هو يريد أن تحسب لهم وليس علي النقطة الرابعة التي أريد أن أتكلم عنها لقائي مع حافظ بالقيادة القطرية عام 1973 على ما أعتقد قعدنا أنا وحافظ بنحكي حول مواضيع كثيرة كان يريد أن يبلغني أنني يجب أن لا أترشح للمجلس النيابي البرلمان لمجلس الشعب أنا إذن ثم وإذ به يفاجئني هل تعرف ماذا قال لي فايز إسماعيل قت له لا قال فايز إسماعيل سألني محمد الزعبي معكم أم معنا وبالتالي عرفت أنا طبعا أنا في الحقيقة لما سمعت أن هناك محادثات حول الجبهة تشكيل جبهة وطنية وأن كل من يعني ناس من أو حزب البعث الحقيقة أو حافظ الأسد يريد لا يريد أن الجبهة تتداخل في الطلاب ولا في العمال بالجيش بطبيعة الحال فهذا الموضوع اللي يعني كان مصر عليه حافظ الأسد أنا اعتبرت هذا يعني إفساد للجبهة وتحطيم للجبهة فذهبت لزيارة خالد بكداش في بيته وقلت له أنا كنت خارج الحزب ولكن بعد لي يعني نوع من الأثر الإيجابي فقلت للأستاذ خالد بكداش يا أستاذ يعني ليش يمكن تقبلوا أن الجبهة وطنية تشكلوا محافظ الأسد جبهة وطنية وأنتم مبعدين أو تبعدوا عن الاتحاد الطلاب والعمال قال لا أبدا نحن لا صير لم نقبل كذا إلا نكون بالعمال والطلاب إلى آخرين أوكي تركت وذهبت إلى فايز إسماعيل إلى بيته وقتلوا نفس الكلام وأجابني تقريبا نفس جواب خالد بكداش وفوجئت أنه ذهب إلى حافظ الأسد وقال له أن محمد زعبي أتى وقال كذا وكذا وكذا ويعني هذا الأمر أترك تفسيره لكم لماذا فايز إسماعيل نقل لحافظ الأسد ما دار بيننا بينما خالد بكداش بالتأكيد لم ينقل هذا الشيء النقطة الأخرى والله بعتبرها أنا نقطة مهمة خلال الحرب ولما بدأت الوضوح أن إسرائيل بدأت تحتلل الجولان أتى عبد الكريم الجندي ومحمد عيد عشاوي إلى صلاح جديد وأنا كنت واقف وكان نور الدين وكان يوسف الزعيم وقالوا له دعنا نستعين بالضباط الكبار السوريين القدامة الذين هم بنوا الجبعة الجولان وهم يعرفون لتفاصيلها فصفنا صلاح الجديد ثم قال لهم أي ملازم أول في الجيش السوري الآن يفهم بالقضايا العسكرية أكثر من هؤلاء الضباط لأنهم أصبحوا موضة قديمة ومعلوماتهم العسكرية أصبحت لا تهم إلى آخره واتهت هذا الموضوع وأنا برأيك كان من المفروض الاستعانة بعدد من الضباط مثل أمين وفوريا على سبيل المثاح مدعب الكريم كذا ولكنهم لم يقبل الاستعانة بهؤلاء والنقطة الأخيرة في هذه الأمور التي قلت عنها أن خارج النص أتى إلي شخص بعد ما انتهت الحرب سبعة وستين وبعد صدور القرار اتا إلي شخص لا أعرفه قال أنا مؤسسة كذا مسؤول عن بدي أسهل أمور اللاجئين الجولان يروحوا يشتغلوا بالخليج وأخذت رسالة من الدكتور يوسف زعين رئيس الوزراء موجهة إلى دول الخليج أخذت الرسالة منه وقرأتها فعلا رسالة موجهة من رئيس الوزراء إلى دول الخليج بيطلب منهم تسهيل إيجاد عمل لأبناء الجولان فأنا اتصلت مباشرة وبحضور الشخص بالدكتور يوسف قلت له يا دكتور نحن نحرر الجولان بسرعة وأبناء هذولة بدهم يرجعون لها فلما نطلب من دول الخليج أنه لأقولهم عمل هذا يعني نحن يائسين من تحرير الجولان قال لي وما معك حق أرجوك محمد مزق الورقة فمزقت هذه الورقة وقلت للرجل الله معك هذه القضايا التي أريد أن أذكرها خارج النص بالورقة ذكرت شهادتي عن البلاغ ستاوستين وشهادة اللواء أحمد سويداني وشهادة الرائد أعتقد كان المرحوم فؤاد بريك والآن أضيف أيضا هذه الشيء غير موجود في الورقة شهادة لمروان حبش مروان حبش عضو قيادة قطري يقول في شهادته وشهادة موجودة في الصندوق الأسود أنه عندما صدر البلاغ ستة وستين من حافظ الأسد اتصلت هو اتصلت بقيادة الفرع في القنيطرة فرع حزب البعث في القنيطرة فأجابوني نحن في القنيطرة ولا يوجد أي شيء غير طبيعي ولا يوجد لا إسرائيليين ولا يوجد احتلال ولا 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 فقال اتصلت بي الدكتور نور الديل أتاسي وكتله حافظ الأسد أصدر البلاغ ستة وستين اتصلت أنا بقيادة الفرع في القنيطرة أبلغوني أنه لا يوجد أي إسرائيلي في القنيطرة هذه شهادة لمروان حبش موجودة في الصندوق الأسود وبقية الشهادات موجودة في الورقة أعتقد أن لا أريد أن أقرأ الورقة فالورقة ربما توزع عليكم وبالتالي النقاط التي أريد أن أتكلم عنها موجودة في الورقة وأشكركم جزيلا شكور ومرة أخرى أتمنى لمؤتمركم النجاح وشكرا شكرا